اتنين في المحاضرة الثامنة في حكم التبرع بالأعضاء تحدثنا عن أدلة المانعين هنتكلم الآن عن أدلة المبيحين أدلة المجوزين استدلوا بأدلة كثيرة أولاها زرع الأعضاء بيعتبر نوع من التداوي والتداوي في الحقيقة هو حفظ للنفس وحفظ النفس الله سبحانه وتعالى حثنا عليها وإنقاذ النفوس من الهلكة ومن التهلكة أمر في القرآن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فبالتالي التداوي بيحفظ النفس ومن يحييها الله سبحانه وتعالى يقول كأنه أحيا الناس جميعا فالنفس الوحيدة مثل بقية الخلق أجمعين اثنين نقل الأعضاء بيمثل شيء من تفريج الكربات وبيؤكد على مبدأ التكافل والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع وهو إحسان وإيثار للمحتاجين والمضطرين وفي الحديث من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيام ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل وهنا لا ضابطها بأن لا يضر نفسه بأن لا يضر نفسه المؤمن كذلك الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وفي الحديث مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو وتدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قالوا التبرع إثار وعمل خير وعملية نقل الأعضاء تعبر عن أسمى معاني الأخوة الإيمانية وفي الحقيقة هي تفريج لكرب المؤمنين وإنقاذ لحياتهم واحد مثلا الكليتين عنده يعني لا يعملان وبيعمل الغسيل الكلاوي ذا كل أسبوع مرة أو مرتين ثم جاء أحد وتبرع له بكلية تبرع لأن البيح حرام كلمة واحدة تبرع له بكلية والأطباء قالوا إن هذه الكلية تنفع لمن الذي تبرع إليه ولن تضر المتبرع لأن الإنسان ممكن يعيش بثلت كلية أو بنصف كلية فأنقذ حياته فقالوا هذه أسمى معاني الأخوة الإيمانية أيضا الله سبحانه وتعالى مذح الأنصار رضوان الله عليهم لأن هذه الصفة كانت صفة أصيلة عندهم صفة الإثار قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والخصاصة هي شدة الحاجة ألوما الخصاصة إلا بشدة الحاجة تتمثل في أجزاء البدن أكثر منه في غير من المنافع الدنيوية أو الإثار يكون بالمال وغيره بشرط أن لا يؤدي إلى هلاك المؤثر هذا أو حصول ضرر بالغ به لأن قتل النفس محرم أشد التحريم في الإسلام الصحابة بينلنا ذلك الأمر في وقاع كثيرة جدا في موقعة اليارموك أكرمة بن أبي جهل أكرمة رضي الله تعالى عنه والحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه وعياش بن أبي ربيع الثلاثة كانوا مدرجين في ذمائهم بيموتوا ونادى أحدهم بالماء فجيء بشربة ماء وحيات كل منهم مرهونة أن يشرب الماء فلما وصل إليه سمع أخوه يقول ماء فقال اذهب إليه ولم يشرب فلما وصل إليه سمع أخوه الثالث يقول ماء قال اذهب إليه فلما ذهب إليه وجده قد مات فعاد للثاني وجده قد مات وجاء للثالث فوجده قد مات ما زالوا يتدفعونها كل واحد منهم بيؤثر بها صاحبه حتى ماتوا جميع رضي الله عليهم وأوجب العلماء رحمهم الله المدافعة عن محارم الإنسان إذا صيل عليها الصائل يعني لما يدخل حد يعتدي عليك في بيتك اسمه الصائل دفع الصائل هذا ولو أدت المدافعة إلى قتله وألف الإقناع عند الشافعية وشرحه وإن كان الدفع للصائل عن نسائه فهو لازم لما فيه من حق الله وهو منعه من الفاحشة وقال في حق المدافع عن نفسه وإن قتل المصول عليه فهو شهيد لحديث أبي هريرة جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد وغير ذلك من الأحاديث الشاهدة بجواز إيثار النفس وبذلها إذا تحققت مصالح ذلك أيضا من الأدلة النقلية في جواز الإيثار بأجزاء من البدن عند الضرورة أباح الشرع ارتكاب بعض المحرمات لحفظ النفس وصيانتها من التلف في القرآن إنما حرم عليكم الميتة والدم والأحمة الخنزير وما أهل لغير الله به لكن استثنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه هذه المحرمات أبيحت لضرورة حفظ النفس من الهلاك حفظ النفس عن الهلاك وأبيح مال الغير بإذنه إذا كانها يهلك ومحتاج هذا المال وقصة هند مشهورة في بيعة النساء لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو صفيان رجل شايح هل أخذ ما يكفيني وأكفي أولادي أو بدون إذنه فأباح لها ذلك رسول الله لكن ما يكفيه ويكفي أولادها كمان أبيح جرعة من الخمر تجري ريقه حتى يوجد فيها إذا كان في حياة إنسان في وقت لا يوجد فيه غير الخمر ما فيش ماء ما عنده ماء ولا عنده أي شيء يشربه إلا ذلك كل هذه الأمور أبيحت والشرع الشريف سامح فيها حفاظا على النفس وصيان لها من التلف والهلاك هذه النصوص وتحللتها وتطبيقتها تؤدي على واقع إذا سيقت من أجل إصدار حكم في إباحة حق الله تعالى من النفس البشرية إليه ملكه وخلقها لعبادته وطاعته أوجدها في الأرض لخلافة الأرض والعمارة فيها والاستمرار فيها هي نصوص إباحة الإيثار تقابل النصوص التي تحرم ذلك فتعتبر هذه النصوص المبيحة مخصصة لتلك المحرمة يعني النصوص المحرمة عامة وهذه نصوص الإيثار تعتبر مخصصة لها أيضا للقاعدة الشرعية إنه إذا أشكل علينا حكم أمر من الأمور بننظر للمقاصد للآثار للنتائج إلى المفاسد والمضار أو المصالح والمنافع فإذا تجلت نتائجه وعرفت عواقبه بنقدر نحكم على هذا الأمر كما يخولون الحكم على الشيء فرع من تصوره حينئذ بيمكننا أن نحدد الحكم الشرعي حلال أم حرام واجب أو ممتنع بحسب أحواله لابد أن ننظر إلى المصالح ودفع المضار ماذا تحققت المصلحة خالصة أو رجحت على المفسدة فهناك الإباحة والجواز فإن نقلت إليه الكلية مثلا أو القرنية وعنده اثنين عينين مثلا من واحد ميت نقل منه القرنية فذلك يؤدي إلى الإباحة لأنها تشوف خلي واحد مثلا لا يرى يرى أو واحد يعني لا يستطيع كل يوم يغسئ كل أسبوع يغسئ مرة واثنين وثلاثة خلاص هينتهي هذا الأمر فهناها تحققت المصلحة فإن رجحت المصلحة على المفسدة كان الحكم بالإباحة والجواز تحققت المفسدة خالصة العكسبة إن تحققت المفسدة خالصة أو رجحت على المصلحة يبقى التحريم وهذه قاعدة شرعية عامة بتسندها النصوص الكريمة وبيدعمها القرآن الكريم قال الله في القرآن في المصارح الخاصة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هذه مصالح الإنسان يعني يستمتع بها في الحياة الدنيا والمفاجد الخاصة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن طيب فيما ترجحت مصلحة قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا هنا تحققت المصلحة هنا إن انت بتقسم ليه أن تكون بارا وتتق الله وأن تصلح بين الناس وفيما ترجحت فيه المفسدة واسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير لك هذه المفسدة أكبر ومنافع للناس ألوى إثمهما أكبر من نفعهما هذه النصوص والقواعد العامة بتأتي بالطمأنينة والثقة أن نحكم على الأشياء بالحل والحرمة والوجوب والمنع إذا علمنا رضا صاحب العضو المنزوع وموافقته في حال هو متصرف بنفسه وعالمنا ضرورة المريض إلى ذلك العضو والأطباء الثقات قالوا إن العضو المنزوع هذا من هذا الإنسان وتركيبه في الإنسان الآخر لن يلحق بمن نزع منه ضرر وسيفيد ويحقق نجاح في الذي أعطي إليه وإن المعدات والأجهزة الموجودة في علمنا من النصوص التي رأيناها والشرق الشريف يبيح نقل عضو إنسان غير متضرر من نقله كثيرا إلى آخر في ضرورة ماسة إلى ذلك العضو وإن عمل مباح لا إثم فيه ولا حرج صار فيه إثار كبير من المعطي سينال من الأجله إذا دخلته النية الصالحة أنه نيته أنه هو ينقذ نفسه بشرية أنه يجعل نفسه تذكر الله تقيم شرع الله تصلي سينال ثوابا عظيما وإن كان قريبه فهذا أرقى مرتب البر ليصله والصدق كمان والإحسان أما الآخر المعطى المعطى في تقدير الله تعالى وتدبيره إذا أنقذت حياته المهددة واتمأنّت نفسه قد تكون هذه الحياة الباقية أفضل أيام حياته لعل ربنا سبحانه وتعالى غير حياته ويجعل طريقه طريق المصلحين والصالحين وحياته كلها يكون فيها إيمان وتقوى وحصل للقائمين على ذلك المنفذين له محمد كبيرة ومفخرة عالية سبحان الله هو الذي يتصرف في حياة الناس وموتهم هو الله والله لا يضيع أجر من أحسن عمل وضربوا أمثلة في اعتبار الشرع مصلحة حفظ الروح والأعضاء مقدمة على سواهما النفس محافظة على النفس هذا من أهم الأمور من الكليات الخمس التي ذكرناها حفظ النفس والدين والعرض والنسل والمال المال يمكن وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظا للروح واحد عنده غرغرينة ويد متأكلة فلو تركوها يموت فلو غلب السلامة بقطعها فيجب قطعة وإن كان إفساد لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجعة إيه المصلحة الراجعة هنا؟ بقاء الروح بقاء الحياة حفظ الروح والحياة على هذا الإنسان أيضا ذكر العز بن عبد السلام سلطان العلماء ألو لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكله لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات هنا وازن بين المفسدثين وازن بين المفسدثين أيهما أعظم بقاء الإنسان أم أكل النجاسات؟ لا بقاء الإنسان فيجوز له عند ذلك أن يأكل من النجاسات لأنه مضطر إلى ذلك طيب وإذا واجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحم لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان قال وجاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة ألو لو كان في السفينة مال أو حيوان محترم والناس هتغرق هيعملوا إيه؟ يبقى إلقاء المال ثم الحيوان المحترم ليه؟ لأن المفسدة محترم يعني ذو قيمة محترم ذو قيمة مديا المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من مفسدة غرق السفينة وموت من فيها نضيع على الناس أروحهم قال ونبش الأموات مفسدة محرمة لما فيه من انتهاك حرمتهم لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل أو وجهوا إلى غير القبلة لأن مصلحة غسلهم وتوجهم إلى القبلة أعظم من توقيرهم بترك نبشهم هنا بيعمل موازنات وإن دفنوا في أرض مغصوبة يجوز نقلهم لأن حرمة مال الحي آكدوا من حرمة الميت وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته وحده ماتت وحامل والمفروض الجنين في حياة فشق بطنها لإخراج ذلك الجنين المرجو حياته في حفظ الحياته أعظم من مصلحة انتهاك حرمة أمه بشق بطنها ذبح الحيوان المأكول للتغذية مفسدة في حق الحيوان لكنه جاز تقديما لمصلحة بقاء الإنسان على مصلحة بقاء الحيوان حيوان المأكول للتغذية مفسدة في حق الحيوان ليه؟ لأنه بيدر اللبن وبيدر الأشياء دي لكن جاز تقديما لأن مصلحة الإنسان أعظم من مصلحة بقاء بقاء الحيوان هذه القواعد بتنظر إلى مصلحة حفظ الروح والنفس والأعضاء والعافية والسلامة اللي هي مصلحة بقاء الإنسان وهذه مصلحة راجحة كما هو مقرر في الأمثلة التي ذكرها العز بن عبد السلام وغيرها لكن بدأوا يعترضوا كمان اعتراضاته الرد عليها ما الحكم مع وجود المثلة اللي هو التشويه يعني قد يعارب بعض الناس يقول النقل عضو من إنسان لآخر ما هو إلا تمثيل المثلة التشويه يعني والتمثيل ما نهي عنه النصوص الكريمة تحرمه قال صلى الله عليه وسلم في وصيال قواته ولا تمثلوا يعني في قتل المشركين تعرفين المشركون مثلوا يوم أحد بعمه حمزة وقاطعوا أنفوا ودانوا وشقوا بطنوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأمثلن بسبعين سيدا منهم وربنا أنزل خواتيم سورة النحر قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به فهدأت نفس رسول الله فجال لبعدها ولئن صبرتم لو خير للصابرين فهدأت ألو أصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيضا قالوا إن في تغيير لخلق الله والله يقول في حق وسوسة الشيطان ولا آمروا عنهم فلا غيرون خلق الله والله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنه فضله على كثير من خلق تفضيله وأنه سواه فعادله أيضا قالوا إن هذا العمل ما هو إلا تغيير لهذا الخلق السوي القويم هذا والتركيب الحكيم وإن كان جزء من أجزاء البذن وعض من أعضاء له وظائفه لدوره الهام في حياة الإنسان وانتظام صحته وبقاء عافيته وأنه إذا فقط شئ منه اختلت صحته ساءت العافية لحكيم الخبير خلق الإنسان وصوره قالوا في أنفسكم أفلا تبصرون ألف الاعتذاء على هذا الخلق المحكم ما هو إلا هدم لهذا البناء وهذا التصميم الدقيق تخريب له أيضا قالوا إن هذا فيه إلى متعذيب للمأخوذ منه وكل تصرف في الأبدان يؤذي ويؤلم فإنه من الأمور المحرمة المنهي عنها فالله تعالى حرم الدماء إلا بحقها أجاب المعترضين على هذه الأدلة قالوا نسلم أن هذا نوع من التمثيل المنهي عنه شرعا ونسلم أيضا بأن فيه شيء من تغيير خلق الله تعالى سبحانه وتعالى وإن هذا من عمل الشيطان الإحاة الخبيثة ولا شك أيضا إن هذا في ذلك إلاما لمن أخذ منه عضو ولمن ركب فيه العضو لكن هذا صحيح مسلم به إلا أننا نستطيع الإجابة على هذه الاعتراضات بأمور أولا إن هذا التمثيل لا يمكن أن يقارن بما يعمل في الحروب والمعالك فإن ذلك يختلف عن هذا تماما تماما مختلف تماما تمثيل الحروب يكون قطع الأنوف والآذان شق البطون قطع الأجهزة التنسلية تشويه الجسة بإلقاء حرقها أو التشنيع بها أو قطع الأصابع مع بعضها تمثيل فضيع أما نقل عضو من البدن فهو يعتبر من عمليات التجميل وإخفاء الأثار بحيث لا يحس به ولا يرى دلوقتي بقى البنج والاستيجة والحاجات دي موجودة يعني والخياطة التجميلية والأشياء هذه ثانيا دوافع التمثيل في الحروب هو الانتقام والتشفي والبغضاء والعداوة أما دافع نقل الأعضاء دافعوا الرحمة والعطف والحنان من شخص محب بيؤثر أن ينقذ قريب أو صديق أو حبيب فهناك فرق بين الدافعين أيضا هذا المسمى تمثيلا بين الأطباء في عموم المستشفيات واقع الآن تحت إشراف المسلمين أو المسلمين بيعملوهم أو غيرهم إلا أنه يكون بنقل جزء من البدن إلى موضوع آخر منه كثيرا ما تأخذ شرايين من مكان الساخ مثلا أو من غيره لإسعاف القلب يزودوا القلب أو غيره ولم يعتبر هذا عند عموم المسلمين تمثيلا ولا تشويها أبدا إنما يعتبر ذلك نجاحا كبيرا في عالم الطب وغوثا مفيدا لحياة المرضى والمقعدين أيضا علماء المسلمين أجازوا شق بطن المرأة الميتة في حالة وجود مصلحة محققة اللي هو رجاء حياة الجنين أو راجحها محققة أو راجحها كما ومن ذلك ما قالوا العلماء في الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حي فإنه يشق بطن أمه لإخراجه حيا والتمثيل بالميت كالتمثيل بالحي من حيث الحرمة والمنع الاثنين واحد أجادوا الرد عليهم الشيخ السعدي در رحمان بن سعدي قالوا يغلب على الظن إن الفقهاء القدامى يعني يغصد لو شاهدوا ترق الطب الآن وفن الجراحة لحكموا بجواز شق بطن الحامل بمولود حي وإخراجه وهو يريد رحمة الله تعالى عليه بطن الحامل الحية تعرفين دلوقتي بيعملوا اسمها إيه بيشقوا البطن كده وبيستخرجوا مش الولادة الطبيعية شق البطن أما الميتة قالوه وصرحوا به وقد أصبح الآن شق بطن الحامل الحية عادة بيجري لمجرد التخلص من ألم الولادة أو الإبقاء على المتعة الجنسية لسهولة أمر الشق وتحقق نجاحه ومع هذا هو يقول فإنا لا نحبذه ولا نجيزه بدون إيه عرض صحيح ومصلحة غرض صحيح ومصلحة ظاهرة لا بد من غرض صحيح ومصلحة ظاهرة أيضا في مثل هذا الأمر لما نرجع إلى القواعد الشرعية التي ذكرناها ذكرناها عشرنا إليها بميزان المصالح والمفاسد سواء كانت خالصة أو راجحة لما ننصب هذا الميزان ونستعرض المفاسد المترتبة على نقل العضو وجدنا أن دعوة تمثيل وغير خلق وتغيير خلق الله الذي أتقن ونزع أعضاء لم توضع إلا لمنافعها الخاصة ووظائفها اللازمة وأن في هذا إيلاما وتعذيبا هذه المفاسد والمضار التي يمكن أن يعارض النقل ولكننا نستطيع أن نجيب على هذه المفاسد المتوهمة لدى المانعية يعني بأن هذا التمثيل الخفيف داعية الرحمة ولم يكن داعيه الحقد المنهي عنه وأن هذا التمثيل يجري بعده عملية تجميل وتحسين بما لا تدع له أثرا ولا عاقبا أم أيضا تغيير لخلق الله الذين قالوا أنه تغيير لخلق الله المنهي عنه وما كان يعتقد أهل الجاهلية من أنهم إذا عملوه في أنعامهم بتخريق الآذان أو جدع الأنوف أو تحريم ركوبها تمويها من الشيطان عشان تكون سائبة يعني يتركوها كده يقولوا هذه أنجبت خمسة ذكور سائبة يتركوها كده لأصنامهم لتسلم بقية أنعامهم من العين كذلك ويكتفون بهذا عن حسد الحسد هذه اعتقادات فاسدة كلها وهي بعيد عن هذا المعنى الذي لم يقصد به تغيير خلق الله ولم يكن من إحاء الشيطان وسوسطه إنما يقصد منه الإصلاح وإنقاذ الأنفس البشرية يبقى المصلحة هنا متحققة إنقاذ الأنفس البشرية وليس من تمويهات الكهان والدجالين إنما جاء ذلك من ثمار العلوم وإعمال العقود وإن نتائج التجارب وتحقق المصالح كمان الذي يقوم بها إجهزة دقيقة الآن بيعملها بالروبوت اللي هو الإنسان الآن العمليات بيعملها بالروبوتات الآن وحاجات متقدمة جدا طيب إذا علمنا أن المفسدة انتفت أو تضاءلت والمصلحة كانت كبيرة أو تحققت وسريء وفي تيسير في التنفيذ بيعتقد بكل ثقة واتمأنان على إن المشرع الحكيم لا يقف أبدا في سبيل تحقق مصالح عظيمة بدون مدار تذكر إنما الشرع المطهر الخالد سيحث على إنقاذ حياة المتضررين وإسعاف المحتجين هذا رأي المجزين قاله قد يعرض أحد في نجاسة العضو المنزوع العضو المنزوع يعني العضو المنزوع ذا الإنسان هو حي طاهر هل هو لما يخطع منه جزء بيكون طاهر ولا غير طاهر بعض العلماء يرى نجاسة ميتة الآدمي بعض العلماء والجزء المنزوع منه ها وما أبين من حي فهو كم اللي فاضل يعني هو طاهر النجاسة فيه كيف يكون وضع نجس العين لا يمكن تطهيره وكيف تؤدى العبادات التي من شرطها أدائها الطهارة كيف يعني العلماء يرى نجاسة ميتة الآدمي طيب والجزء المنزوع منه ذا وما أبين من حي ما أبقوه من الحي يعني فهو كمياته طهارة ونجاسة يعني أصبح الإنسان فيه جزء طاهر وجزء نجس كيف يوضع عضو نجس العين لا يمكن تطهيره وكيف تؤدى العبادات التي من شرطها شروط الأداء الطهارة قاله قد يكون العضو المنزوع من كافر طيب الظاهرية الظاهرية فقط الظاهرية يرون إن الكافر نجس ونجاسة الكافر عندهم نجاسة عينية حتى في حال حياته وفي حال الممات واستدلوا بقول الله في صورة التوبة إنما المشركون نجسوا النجاسة هنا في الحقيقة نجاسة معنوية لكن الظاهرية قالوا أنها نجاسة عينية حقيقية يعني لو سلمت عليها تروح تخصري ذك دعين ذا الظاهرية لكن الأمر غير ذلك كمان جاء في معالم التنزيل إن المسلمين لما قتلوا يوم الخندق نوفل بن عبد الله بن المغير المخزومي طلب المشركون جيفته بالثمن قال صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه حيث الجيفة خذوا من مكانه خبيث الدية بيدل على أن جسد الكافر نجس لا يبح نزعه ووضعه في غيره إن كان مسلما فظاهر وإن كان كافرا فالنجسات منهي عن ملابستها واقترابه هذا الاعتراض الاعتراض عندهم بعض العلماء يرون أن العضو المقطوع من الإنسان نجس والظاهرية يرون أن المشركون سواء كانوا أحياء أو أموات فهم نجس واستدلوا إنما المشركون نجسوا بالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية كما قال صلى الله عليه وسلم الإجابة على هذه الاعتراضات إن المسلم ليس بنجس لحي ولا ميت كلنا نحفظ حديث أبو هريرة لما كان جنوب ولقيه رسول الله في بعض طرق المدينة فانخنس يعني اختفى كذا وذهب واغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهار فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس وفي رواية ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا طب والتغسيل بعد الوفاة هل بيكون لنجسة البدن؟ لا أبدا حتى اللي غرآن في الماء بنغسله ولا عن حدث إنما تغسيل هذا بيكون تعبط أمر تعبدي الحكمة منه الشرعية أن يكون الميت في حالة نظافة فظهر إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وإذا علمنا إن بدن المسلم طاهر في حال الحياة وفي حال الممات فإن جزءه الباء المقطوع منه طاهر قال العلماء رحمة الله وما أبينا ما قطع من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة ما قطع من الحي فهو تماما تماما كالميت فإذا كان بيأخذ نفس الحكم إذا كان هذا طاهرا فهذا طاهر وإذا قطع من نجس يكون نجس حيوانات الناجسة يعني طيب ثانيا ما تقدم الحكم طهارة المسلم حيا أو ميتا الكافر هو أيضا طاهر البدن حيا وميتا ولذلك أبيح للمسلم أن يتزوج بالكتابية كيف يخالطها ويجامعها ويبشر أشياء وأمور طهارته ولم يؤمر بالتحرز منها البعد عنها مما يدل على طهارتها أما وصفون بأنهم الآية في القرآن إنما المشركون نجس والحديث فإنها نجسة معنوية نجسة الكفر والشرك والاعتقاد وليست النجسة العينية المادة ولذلك فصل ابن عباس وغيره رضوان الله عليهم قال النجسة الشرك هو الذي نجس نجس إيه قلبه واغتسال الكافر إذا أسلم إلا أمر به ثابت في إسلام قيس بن عاصم أمر ثابت في إسلام قيس بن عاصم إسلام سمامة ابن أثال الحنفي لما قبضوا عليه وربطوه في سارية في المسجد وبعد ثلاثة أيام تركوا رسول الله فذهب واغتسل ثم عاد مسلما لما أمر بالاغتسال لما أسلم العلماء لم يروا أن هذا من نجسة أو أن حدث إنما كما قال صاحب الإقناء في شرحه لأن الكافر لا يسلم غالبا من جنابه في الغالب الكافر ما بيهتمش بموضوع الطهارة فأقيمت المظن لمظنة مقام الحقيقة يعني أمرهم بالاغتسال لمظنة أنه كان جنوبا فجعلها كالحقيقة يعني كل واحد يدخل الإسلام يقوله إغتسل اذهب واغتسل هذا أمر ثابت في إسلام قيس بن عاصم وإسلام ثمامة بن أثال الحنفي ليه؟ لأنه بيغلب على الكفار الجنابة أيضا بيظهر لنا أن الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا ليس بنجس وكذلك ليس بنجس لا في حال الحياة ولا في حال الممات وما قطع منه فهو طاهر بطهارة أصله على ما صرح به العلماء رحمهم الله وبهذا خرجنا من جميع الاعتراضات التي قد توجه إلى عدم إمكان نقل عضو إنسان إلى إنسان آخر حين ضرورته إليه حين الضرورة نقل الأعضاء بتكون حين الضرورة وأنه عمل سليم من حيث الإيثار به أو عدم ومن حيث حق الله فيه ومن حيث كونه ليس تمثيلاً ولا تشويهاً ومن حيث الألم والتعذيب ما فيش لأنه الآن الأمور المستخدمة الحديثة من البنج وغيره ومن حيث ثارت العضو من المسلم أو من الكافر وأصبح الحكم بحمد الله واضح بتطمئن القلوب إلى جوازه وبيرتاح الإنسان أنه رفع الحرج وليس فيه إثم عليه إن شاء الله لاعتراض آخر قاله فتح هذا الباب اللي هو التبرع يؤدي إلى مفاسد كثيرة وده بيعرض حياة الناس للاستغلال خاصة البلاد الفقيرة والمتجرة بيها وقد يذكر في هذا الصدد حوادث كثيرة جداً وقعت في بعض البلاد نشرتها الصحف اختنطت بالنصب والاحتيال والاستغلال إما من المتبرعين باستغلال حاجة المرضى وإما من المحتاجين الطالبين للتبرع باستغلال فقر المتبرعين وحاجتهم المادية فلذلك قالوا اغلقوا هذا الباب سداً للذرائع نحرم التبرع أخذاً بمبدأ سد الظرائع الجواب عليه إن كثرة الفساد في باب التبرع بالأعضاء أغلب الظن إن كثرة الفساد في باب التبرع بالأعضاء بيعود إلى الفوضى وعدم التحديد والوضوح ونقص الرقابة الذي يقطع الشر في هذا الباب أو يخففه إلى الدرجة التي تكون فيها مصالحه أكثر من مفاسده إنما هو لابد من وضع القيود والسياج حوله والشروط فالجواز ليس مطلقاً بل مقيد بشروط كثيرة الجواز ليس مطلقاً لكن مقيد بشروط كثيرة طيب ما هي شروط جواز التبرع بالأعضاء اللي نذكرها في التسجيل الثالث إن شاء الله لابد من وضع القيود